مسلسل الجماعة بقى معركة معركة مش جوه المسلسل معركة براه نهاردة خالد يوسف كاتب مقال نص صفحة في المصر اليوم يعني مش سايب وحيد حامد يعني هو يحترم وحيد حامد ويحترم شريفة بنداري وكل ده ولكن طبعا قضية ان عبد النصر اخوانجي قضية دي قلب الدنيا والناس سايب الدنيا كلها ومسكة في الحكاية دي بس انا كل يوم بتفرج على المسلسل ده بلاحظ حاجة بنتعلم كيف كان يفكر الاخوان يا جماعة دي مهمة جدا الناس دي بتفكر زي بتشتغل زي فيه مشهد انبارح عبد الناصر وفيه تلاتة من الاخوان هو بيتكلمهم على الانقلاب هو كان بيقول عليه كده الانقلاب اللي هو هيعمله انا عايز اوريكو المشهد وشوفوا الاخوان بيفكروا زي وعبد الناصر ده كان دماغ غير طبيعية اهو الجماعة اتنين يضرب شرعية كل الانظمة من عبد الناصر الاسيسي ولا يعترف الا في شرعية المعزول يعني كمان بيشيل وحيت حامد فوق اه نفحته نفحة يعني زي ما بيقولوا لكن طبعا المسلسل كتب انت قاعد تتفرج انت قاعد تقرأ كتب طول الوقت مين هيقرالك الكتب ده هتعرف التاريخ ده منين هتعرف الهضيبي منين هتعرف السندي منين هتعرف عشماوي منين هتعرف سايد قطب منين هتعرف عبد الناصر منين ده فيه ناس ما عايفش عبد الناصر الشاب اللي ممثل عبد الناصر وهو شابه اردني سبحان الله انه اللي عمل حسن البنة سوري والعمل العبد الناصر اردني بس الولد عامل عبد الناصر عبقاري فرج على تمثيل والعظمة بتاعت الشخصية بصرف النظر تحب عبد الناصر او تكرهه عشان عار بس في ناس عندها يعني درواش اكيد